الاتحاد المصري لكرة اليد على حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية لمدة 3 نسخ متتالية قال دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري أن البطولة ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين يعني وعبر الأمين في بيان إعلامي صادر من الاتحاد المصري لكرة اليد عن ساعته باستضافة مصري هذه الأحداث العالمية في ظل التفرة التي تعيشها الرياضة المصرية على صعيد البنية التحتية وأكد الأمين الشكر للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه الكبير للحدث العالمي وأشاهد رئيس الاتحاد المصري بالدور المحوري والأساسي في الكواليس لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في مرحلة المفاوضات ويشارك في النسخة المقبلة لمنديال اليد الأندية الأهل المصري بصفة وبطل السوبر الأفريقي بيجانب الزمالك ممثلين عن الدور المصري صاحب دولة الضيافة كل التوفيق طبعا أنا شايف أن كورت اليد من الاتحادات النكحة جدا سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى التنظيم الحقيقة أكتر من مرة ننظم بطولة أفريقيا في مصر وتكون بشكل رائع أكتر من مرة ننظم بطولات عالمية وتكون بشكل رائع كمان المنتخبات بتاعتهم دايما بطل العالم أو في الثلاثة الأوائل على الأقل في منتخبات النشئين أنت فيه منتخب نشئين خد بطولة عالم فيه منتخب خد تلت عالم منتخب الأول في المربع الزهبي ما بيبعيش في بطولة العالم في بطولة أفريقيا دايما على مرصات توجيه ده نجاح لاتحاد المصري لكورة اليد ده نجاح لهم وناس ماشية بسيستم كويس قوي ناس ماشية الحقيقة يعني بشكل علمي وجود دكتور حسن مصطفى على رأس المنظومة العالمية لكورة اليد ده شرف لنا طبعا شرف لكل المصريين إن رئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد دكتور حسن مصطفى وده نجاح لمنظومة كورة اليد المصرية